موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نستضيف اليوم من العاصمة دمشق الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية وعضو مجلس الشعب السوري السابق الأستاذ متحط صالح صباح الخير أستاذ متحط صباح الخير قبل أن نتحدث عن علاقتك بالشهيد سمير القنطار وعن العلاقة التي ربطتك به خلال الاعتقال وبعد التحرير دعني بالبداية أسألك فقط تعليقك أو أول تعليق لك على استشهاد سمير القنطار شهيد المقاومة وشهيد فلسطين طبعا بالأمس فقدنا عدة شهداء أثر غارة صهيونية مجرمة على مدينة جرمانة أدت إلى انهيار ببنى سكني يقطنه مدنيين سوريين وهذه الغارة أدت إلى استشهاد الأخ البطل العميد الأصل لبنانيين سمير القنطار وشهيد من الجولان السوري محتل الشهيد فرحان عصام شعلان من الجولان السوري محتل وعدد من الشهداء المدنيين استشدوا في هذه الغارة المجرمة التي نفذتها الطائرات الإسرائيلية بشكل يؤكد شكل تنفيذ دقة هذه الطائرات والاستهداف الممنهج والواضح لاغتيال سمير القنطار واليوم يعتبروا الإسرائيليين أنهم آلقوا الحساب مع سمير القنطار هذا في تعليق لهم قالوا أن الحساب أغلق مع سمير القنطار طبعا إسرائيل سوف تستمر في استهداف المقاومين والمناظلين إن كان في فلسطين أو الجولان أو في لبنان هذا طبيعة العدو الإسرائيلي ونهج العدو الإسرائيلي فهن يعتبرون أن الحساب أغلق مع سمير بالذات لكن الحساب مع المقاومة بالنسبة حسب وجهة النظر الإسرائيلية مستمر أنهم سوف يقومون بسكل مستمر في قتل قادة المقاومة واستهداف قادة المقاومة والمقاومين بشكل عام لأن أسرائيل دولة عدوان ودولة احتلال وهناك مقاومة في لبنان بقيادة سماحة السيد حسن نصر الله تؤكد دائما أنها سوف تقاوم هذا المحتل حتى تحريض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فالإسرائيليين إذن مستمرون في نهجهم العدوان والمجرم في قتل الأبرياء والقتل المقاومين وقتل الذين يدافعون عن أرضهم نعم أستاذ باتحة كنت تتحدث عن طريقة دقة إصابة الهدف أو طريقة استهداف الشهداء هل لديك معلومات محددة عن هذا الموضوع؟ طبعا حسب متابعة بعض الأخبار ومشاهدة الطيران الإسرائيلي فوق الجولان السوري المحتل كلها تؤكد وكنت بالأمس في مكان الجريمة ورأيت كيف المبنى السكني منهار ويؤكد هذا على شكل التنفيذ الإسرائيلي في جرائمه السابقة فهذا يؤكد أن الإسرائيليين كانوا يطلبون دائما في اغتيال عميد الأسرة صامير القنطار من أجل بسبب عمله ودعمه للمقاومة في الجولان وفي فلسطين وتنفيذ بعض العمليات على خطوة فتلق النار مع الجولان السوري المحتل فهذا يؤكد أن اليد الإسرائيلية والمجرم الإسرائيلي وهذا الهدف الذي اخترته إسرائيل هو لأنه أصبح صامير القنطار يؤرق أساس الإسرائيليين والأمنيين الإسرائيليين في عمله وفي نهجه المقاوم نعم أيضا في هذا الموضوع هل يمكن أن نسأل أستاذ متحث عن تداعيات هذه العملية طبعا هذا موضوع خطير جدا وطبعا هذا يعود لشأن المقاومة في طبيعة الرد وطبيعة استنتاج العبر من هذه الجريمة البشعة لكن لا يجب أن تمر دون رد على هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الأخ صامير وعدد من المدنيين إسرائيل هذه طبيعتها في عدوانها المقاومة لها الحق في الرد في الظرف التي تراه مناسبا ونذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل العديد من الشهداء على أرض القليطرة في الأشهر القليلة الماضية وكان هناك رد من قبل المقاومة في مزارع الشبعة على قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأخوة في حزب الله وسماعة سيدة حسن نصر الله أكدوا أن لن تمر جريمة إسرائيلية إلا برد من المقاومة ويكون رد قاسي على قوات الاحتلال الإسرائيلي نعم أستاذ نتحت ربطتك علاقة مع الشهيد سمير القنطار في السجون الإسرائيلية وأيضا ربطتك علاقة بعد تحريره ومن هذه السجون هل لك أن تخبرنا عن طبيعة هذه العلاقة كيف التقيت به كيف كانت هذه العلاقة وكيف نشأت طبعا سمير القنطار أنضى ثلاثون عاما في السجون الاحتلال الإسرائيلي ويعتبر من كوادر الحركة الأسيرة في السجون الاحتلال الصهيوني وكننا ندخل لإعتقال أسرى الجولان السوري المحتل عندما قامت بعزلنا سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سجن عسقلال المركزي إلى سجن نفح الصحراوي في صحراء النقب وكان في استقبالنا الأسر الفلسطيني من كوادر الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسهم الشهيد سمير القنطار حيث غمرنا بثقافته وفي تجربته الغنية التجربة الأمنية والاعتقالية والسياسية وكاننا نحن جديدين العهد في سجون إذا صح القول في سجون الاحتلال الإسرائيلي فكان له الباع الطويل في تدريسنا وأعطائنا الكثير من مقاومات والصمود داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي كانت مقاومات والصمود على الصعيد الأمني أو السياسي أو الفكري أو ما شابه من هذه الأمور وكاننا نحن والأخ سمير في نفس الغرفة كنا نعيش نحن وأسر الجولان السوري المحتل مع الشهيد سمير قنطار في نفس الغرفة في سجد النقب الصحراوي وهذا كانت تجربة غنية وكانت علاقة مميزة بين جميع الأسر وكانت حتى تربطني به علاقة جدا حميمة داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي مع الشهيد سمير قنطار وكانت هذه العلاقة تمتد إلى أهلنا في الجولان المحتل حيث أهلنا في الجولان المحتل كانوا يأتون لزيارته بشكل خاص ويتلبونه للزيارة للشهيد سمير قنطار ونشأت علاقة حميمة بين الشهيد سمير قنطار والكثير من أهلنا في الجولان المحتل من أهلنا وأهل جولان المحتل نعم حدثت قلت بأنه ساعدكم على البدء يعني على تعلم حياة السجون يعني السجون المحتلة يعني ما الذي كان يقوله لكم ما الذي كان يعلمكم يرشدكم إليه تحديدا طبعا نبض المقاومة استمرت لدى سمير حتى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي لم يهدأ له بال دائما في دراسته في ثقافته في تجربته أن العدو هو العدو الصهيوني فكانت التجربة الغنية التي اكتسبهاه داخل الأسر على مدى سنين الأسر الطويلة أعطانا إياها في إشباعنا في روح المقاومة روح الصمود روح التجربة الأمنية كيف نستطيع أن نصمر أمام أجهزة المخابرات الإسرائيلية إن كانت داخل السجن أو بعد التحرر فهذه كلها معلومات تكون للأسير القادم الجديد يكون يفتقل العديد من هذه الدراسات ومن هذه التجارب كان سمير قنطار يمتلكها بشكل قوي جدا وبشكل مميز فكان تثقيفه ودراساته لنا لهذه التجربة غنية جدا وستفدنا منها بحياتنا الاعتقالية داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي أو بحياتنا بعد الخروج من السجن في مواجهة العدو الإسرائيلي في الجولان السنوري المحتل وعلى عرض الجولان نعم هذه العلاقة امتدت أيضا بعد خروج بعد تحرير سمير القنطار من سجون الاحتلال في العام 2008 كيف أيضا عادت هذه العلاقة ونسجتها مع الشهيد سمير القنطار طبعا الشهيد سمير القنطار هو زميل الأسر وكنا في حياة الأسر نعيش الحلوة والمرة سويا داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي فهذه العلاقة التي نشأت في الأسر بين كل الأسرة تستمر حتى بعد اطلاق صراحة وبعد التحرر حتى الأسر كانوا في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان تستمر هذه العلاقة الحميمة بين الأسر ببعضهم التقيت سمير عدة مرات في لبنان بعد تحرره وتهنئته بالسلامة وأيضا بعد زواجه طبعا هذه العلاقة تستمر لأنه أسير ويعتبره مثل وقدوة كونه أسير وعميد الأسرة وأنضى فترة طويلة في السجون الاحتلال الإسرائيلي ورجل له مكانته وتقديره لدى هل اختلف عليك سمير بماذا تحدثتم كيف كان خلال الاعتقال وبعد التحرير طبعا لم يختلف لأنه بالعكس كان بعد التحرير النفس المقاوم والنفس الثوري والوطني والجهادي أكثر صلاة وأثر قوة بعد تحريره وكان دائما عنده هاجس أن هناك أسرة معتقلين ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية وماذا سيفعل من أجلهم من أجل إطلاق صراحي من أجل مساعدتهم فدائما كان في باله وفي فكره هو الأسرة التي تركهم في فلسطين أصدقاء الأسرة أهل الأهل في فلسطين المحتلة أو في جولة المحتلة كدائما كان التفكير صمير بهذا الإطار هو البوصلة فلسطين البوصلة الجولان البوصلة الأسرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي فكان هذا هو عمله وهذا هو نهجي فلم يختلف بالعكس إزداد قوة وصلابة في التشبث بنهج المقاومة والتشبث في المبادئ والأهداف التي اعتقل من أجلها في محاربة الكيان الصهيوني حتى تحرير الأراضي المحتلة نعم كيف تلقيت خبر استشهاده بالأمس طبعا بالأمس عندما حدثت الغارة السؤالية بالبداية لم نعرف من المستهدف ومن هي بالتفاصيل وكانت في البداية في غموض هل هو صمير موجود أو غير موجود وكنت في مكان رفع الأنقاض وكانت عملية صعبة لأن البناء منهار بشكل كامل وليس بالسهل أن يتم انتشار الأنقاض لكن الأخبار كانت تتداول وشبه مؤكد أن صمير موجود تحت الأنقاض ومن بين الشهداء طبعا بصدمة كبيرة وببالغ الحزن والأسى لأنه زميل أسر لأنه مقاوم لأنه وطني لأنه استمر في نهج المقاومة وفي نهج العمل الثوري والوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي هذا الإنسان عندما تسمعنا خبر استشهاده يكون كواقع الصائقة علينا لأننا نعرفه جيدا وعشنا أننا نحن سوية في نفس الغرفة في نفس الزنزانة وكاننا نفس السجان كانت لنا نفس الرؤية نفس الأهداف نفس المبادئ التي تجمعنا سوية في مقارعة هذا العدو الصهيوني فخبر استشهاد سمين قنطار كان مأساوي جدا وكواقع الصائقة وهو الأخوة الذين استشهدوا معه والأخص هناك شهيد من أبناء الجولان شهيد فرحان شعلان فكانت شيء مؤلم والآن جئت من موقف العزاء في مدينة جرمانا الذي يقام للشهيد فرحان شعلان في مدينة جرمانا ابن الجولان السوري المحتل نعم قبل أن نتابع دعنا فقط نذهب إلى عنوين الصحف العربية الصادر اليوم ثم نعود إليك أستاذ متحات أهلا بكم صحب تركيا لقواتها من العراق والمفاوضات اليمنية في سويسرا تصدر عنوين بعض الصحف العربية ونبدأ هذه الجولة مع صحيفة الصباح الجديد العراقية العراق يرفض المشاركة في التحالف السعودي وينأى بنفسه عن سياسة المحاور بعد ترحيب اتحاد القوى وانتقاد أطراف أخرى وزير الدفاع يشكل لجنة لتحقيقه بحادثة قصف التحالف لقوات عراقية ونقرأ أوباما يطالب أردغان بسحب قواته واحترام سيادة العراق ووحدة أرضه وإلى لبنان مع صحيفة المستقبل حيث جاء في عنوينها النفايات بند وحيد ونقاش التحالف في حينه المشنوق ينوه بواقعية فرنجي الصادقة وعثير يكرر من معراب مباركة المبادرة المقاومة اليمنية تقترب من صنعاء وفيها أنقرأ تواصل سحب قواتها من العراق غداة دعوة أوباما أما في صحيفة الثورة السورية فجاء في العنوان الأول الجيش يقضي على مجموعة إرهابية قرب أدمير بالغوطة الشرقية وعلى عشرات المرتزقة بريف حمص ودرعا واللجان الشعبية تحبط هجوما إرهابيا على نبول والزهر بوتين لم نستخدم كل قدراتنا ضد الإرهاب ولدينا وسائل إضافية قد نستعملها في حال الضرورة قوات أردغان تحاصر مدينتي سلوبي وجزرة وتعلن عدة مدن في ديار بكر مناطق عسكرية أما صحيفة الوطن العمانية فجاء فيها سوريا تنتظر محادثات يناير ومسكو مستعدة لمزيد من الوسائل العسكرية اجتماع دولي بمشاركة السلطنة لبحث الوسائل السلمية اليمنيون يتفقون على لجنة محايدة لمراقبة وقف اطلاق النار ونقرأ العراق غارة تركية ونيران صديقة أمريكية و 17% من المتبقي لدى داعش وإلى السعودية مع صحيفة الرياض بوتين تحدث مع أصدقائنا السعوديين عن إمكانية العمل مع جميع الأطراف لحل الأزمة السورية بريطانيا تصف قرار مجلس الأمن الدولي بخطوة عظيمة إلى الأمم وفي صحيفة الدستورة الأردنية نقرأ بوتين يهدد بمزيد من القوى في سوريا تركيا تعلن سحب قواتها من العراق والختم من تونس مع صحيفة الشروق محامي الدولة يسرب محاضر التحقيقات مع الإرهابيين إلى الدواعش بايع التنظيم ويتواصل مع قياداته في الجبل بهذا العنوان نصل إلى الختام ولن عود إلى متابعة آخر طبعة شكرا للزميلة زهراء الديراني على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم بالطبع هذه العنوين أستاذ متحط خلت من خبر استجهاد عميد الأسرة اللبنانيين في السجون الإسرائيلية استجهاد سمير القنطار وبالتالي بعد لم يخرج الخبر إلى الصحف ولكن لابد من تناول بعض الصحف العربية التي مرت أمامنا كيف أي أنوان تريد أن تعلق عليه طبعا هو الموضوع الذي همنا موضوع القرار المجلس الأمن والموضوع السوري والمفاوضات المرتقبة بين الدولة السورية والمعارضة السورية هذا القرار برأيك كيف يمكن أن ينفذ هذا القرار وما هي إذا صح التعبير تذاعيات هذا القرار طبعا هذا القرار اتخذ بمجلس الأمن ووفقت عليه جميع الدول في مجلس الأمن وبخص أمريكا وروسيا إذا لم يكن في رعاية ومصدقية كاملة لهذه الدول في دعاية هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع وتشفيف منابع الإرهابيين من الدعم اللوجستي والمادي والمالي وكل الدعم الذي يتلقوه من الدول المجاولة لسوريا لن يطبق هذا القرار على أرض الواقع بأي شكل كان سوريا دائما تعلن بشكل دائم وواضح على استعداد لن يكون الحوار سوري سوري وهذا الحوار الذي مزمع عقده أو المفاوضات أو أي تسمية يجب أن نتم بالتزامن مع مكافحة الإرهاب الإرهاب الذي يضرب سوريا والذي مدعوم من السعودية ومن قطر ومن تركيا إنه إرهاب راح ضحيته عشرات ألف من المدنيين والأبرياء بسبب الدعم الكبير المادي والعسكري الذي تلقاه هؤلاء الإرهابيين من السعودية وقطر وتركيا على هؤلاء الدول قطع هذا التمويل وإيقاف هذا الضخ العسكري والمدي لهؤلاء الإرهابيين من أجل أن تتم هناك عملية سياسية في سوريا وأن يتم مفاوضات بين السوريين بأنفسهم وهم يختاروا السوريين ما يتفقون عليه هم الذين يحددون مستقبل بلدهم ومستقبل وطنهم والحكومة التي يريدونها أو الانتخابات التي يريدونها السوريون وحدهم الذين يحدون وليست إملاءات من أي أحد في الخارج نعم حضرت تحدث عن موضوع الإرهاب ولكن حتى الآن هذا الموضوع يتم الهروب منه بشكل أو بآخر برأيك كيف يمكن تحديد المجموعات الإرهابية ليتم بالتالي تحديد التعاطي معها طبعا المجموعات الإرهابية واضحة كوضوح الشمس ليست تعمل تحت الأرض وليست المجموعات الإرهابية هي فقط داعش والنصرة هناك الكثير من المجموعات الإرهابية التي تعمل في سوريا بدعم سعودي وقطري وتركي والولايات المتحدة الأمريكية تعرف معرفة جيدة من هم هؤلاء الإرهابيين وتستمر بتغطية الدول الداعمة لهم على الأمريكا أن تضط على هذه الدول من أجل وقف هذا التدفق الكبير للمسلحين والسلاح والأموال لهؤلاء الإرهابيين الروس أكدوا مرارا وتكرارا التحديد من هم المنظمات الإرهابية والروس يعرفون بالتفصيل من هي هذه المنظمات الإرهابية والتي يجب أن نقاتلها لأن الإرهاب لا يمكن أن يتم حوار ومفوضات سياسية بالمقابل هناك إرهاب يضرب في الوطن السورية يجب محاربة الإرهاب وإيقاف هؤلاء الإرهابيين وتحديد من هم هؤلاء الإرهابيين ومعرفين ليس بخاف على أحد من هي هذه المنظمات الإرهابية التي تضرب في سوريا ضربة البنية التحتية تضرب المدنيين الأبنية كل شيء في سوريا يتم ضربه من قبل هؤلاء الإرهابيين هذا التهريب هذا التهريب النفط السوري الذي يهرب لتركيا على أعين الجميع والولايات المتحدة الأمريكية تعرف هذا الروس قاموا بقصف هذه النقلات النفط بشكل كبير جدا والأتراك يقوموا ببيع هذا النفط لعدد دول في العالم نعم على كل حال أعود إليك أستاذ متحت ولكن دعنا نذهب إلى الزميل الذي سينضم إلينا الزميل محمد زميل محمد الخضر من جرمانا ريف دمشق الجنوبي حيث استشهد عميد الأسرة اللبنانيين سمير القنطار ماذا لديك الآن محمد نعم ضياف الواقع نحن متواجدين أمام هذا البناء الذي تلاحظونه في الصورة هو هذا البناء الذي استهدفه العدوان الإسرائيلي بأربعة صواريخ حوالي الساعة العاشرة والربع مساء أمس الدمار واضح من القوى التدميرية لهذه الصواريخ المنطقة أيضا كما يظهر في هذه الصور هي منطقة مدنية بامتياز هي جرمانا بشكل أساسي ضاحية كبيرة تعد مئات الألاف من السكان ومن من وفد إليها لذلك هذا الاستهداف هو كان استهداف لمكان مدني عدد الضحايا هو الشهيد سمير القنطار هو الهدف الأساسي لهذا العدوان كان معه أيضا هناك أحد الكوادر في المقاومة في الجولان الفرحان أو فرحان الشعلان بالأحرى وهناك أيضا كان أحد المرافقين للشهيد القنطار أيضا قضى في هذا العدوان الإسرائيلي أيضا في الحصيلة هناك حوالي 12 جريحا منهم ستة جرحة لا يزالون يتلقون العلاج بعضهم في حالات صعبة وعلى ما يبدو الستة الآخرون كانت جراحهم بسيطة وطفيفة وهم من سكان هذا البناء في المعلومات أيضا كان يتواجد الشهيد القنطار في الطبقة الثانية من هذا البناء بالأحرى هو لم يبقى هناك بناء دمر بالكامل لكن إذا اعتبرنا كمنسوب هو بالمنسوب الثاني كان يقتن هنا وكان يجلس في هذه الشقة مع بعض الضيوف والزملاء له والذين أصيب بعضهم وبعضهم استشهد كحالة مرافقية وحالة فرحان الشعلان الذي كان يتواجد معه في نفس الشقة نعم هذا كل شيء محمد شكرا جزيلا لك سنعود إليك فورا ورود أي شيء جديد لديك أعود إليك أستاذ أستاذ متحت استمعت إلى رسالة الزميل محمد الخضر من جرامانا من ريف دمشق الجنوبي هل لديك من تعليق على هذه المعلومات التي أوردها بداية طبعا واضح حجم التدمير الذي خلفته الطائرات الإسرائيلية في استهدافة لهذا المبنى السكني ولهذا الحي السكني أؤكد هذا المبنى هو مبنى سكني ومدني وهذا الحي المتواجد فيه هذا المبنى هو حي مدني ويقطنه مواطنين سوريين عاديين قام باستهدافة واستشهاد عدد من المواطنين وبالإضافة إلى الشهيد صامي القنطار وفرحان الشعلان وهذا جريمة تعتبر جريمة بشعة قام فيها العدو الإسرائيلي وتعود على هذه الجرائم من قبل هذا العدو الذي سيدفع الثمن على أعماله وعلى جرائمه التي يرتكبها بحق الشهداء والمقاومين نعم أستاذ متحة نذهب نحن وياكم مشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعا أعود وأرحب بضيفنا في من العاصمة دمشق الأسير المحرر من السجون الإسرائيلية وعضو مجلس الشعب السوري السابق متحة صالح أهلا وسهلا بك أستاذ متحة دعنا فقط في البداية نذهب إلى الحدث اليوم ثم نعود إلى النقاش إلى الحدث اليوم والتفاصيل الصباح الجديد العراقية العراق يرفض المشاركة في التحالف السعودي رفضت بغداد التعاون مع التحالف الإسلامي الذي أعلنته المملكة العربية السعودية مؤخرا بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي ونأد بنفسها عن الدخول فيما اسمته سياسة المحاور لاستهداف دول معينة فيما حذرت من أي هجمات قد تشن داخل العراق تحت زريعة مواجهة أوكار المتطرفين من دون تنسيق مسبق وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي للصحيفة إن بغداد ترفض بنحو قاطع أي عمليات عسكرية يشنها التحالف الذي تقوده السعودية من دون تنسيق بين الطرفين وأضاف العراق لم يكن طرفا في مفاوضة هذا التحالف كما لم يتم إشعارنا بتكوينه وعلمنا به من خلال وسائل الأعلام الحديثي أشار إلى أن أي تعاون عسكري مشترك بين دول عدة يجب أن تشترك فيه الدول التي تحارب الإرهاب كمتي العراق والسوريا وخلص الحديث إلى القول أن بغداد هي من يقدر الموقف على الأرض وهي التي تدعو الآخرين إلى دعمها ولا يحق لأي دولة أو تحالف فرض المساعدات علينا الحياة خمس عقبات تهدد تنفيذ القرار الدولي لم يكن مصير الرئيس بشار الأسد العقدة الوحيدة التي رحلها الجانبان الأمريكي والروسي للوصول إلى تفاهم الحد الأدنى في قرار ألفين ومائتين وأربعة وخمسين وبحسب المعلومات فإن الروس سعوا في المفاوضات السابقة لإصدار القرار ألفين ومائتين وأربعة وخمسين إلى إزالة أي إشارة إلى بيان جناف وضغطوا لحذف فقرات في مقدمة القرار نصت على إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تخول سلطات تنفيذية كاملة تعتمد في تشكيلها على الموافقة المتبادلة مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية لكن الجانب الأمريكي مدعوما بحليفيه البريطاني والفرنسي أصر عليها مع قبول طلب روسي تكرر الإشارة إلى بياني فيينا الأول والثاني وتتعلق العقبة الثانية بالمهلة الزمنية لتشكيل الحكومة إذا كدكر حصول ذلك خلال شهر أو شهرين فيما اقترح لفروف ستة أشهر علما أنه رفض إدراج ذلك في القرار فيما تخص العقبة الثالثة وقف النار على الأراضي السورية كافة إذ أن خبراء الأمم المتحدة عكفوا على صوغ خطة لوقف النار وإرسال المراقبين وآليات ذلك بحيث تتوقف النار بين قوات النظام والمعارضة مقابل تصعيد النار من قبل هذه القوات المشتركة ضد داعش والإرهابيين وتتعلق العقبة الرابعة بالتنظيمات الإرهابية إذ فجل الاجتماع الوزري للمجموعة الدولية في إقرار قائمة موحدة بعد تقديم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إفادة حول نتائج استشارات أجرتها عمان مع أطراف مختلفة وتضمنت قائمة مقترحة بنحو 167 تنظيما إرهابيا وهنا تكمن العقبة الخامسة وتتناول تمثيل المعارضة أو القائمة البيضاء إذ أصرت روسيا على نقل فقرة تتعلق بالإشادة بنتائج المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض من الفقرات العاملة في القرار 2254 إلى المقدمة إضافة إلى أنها أضافت مؤتمرين القاهرة وموسكو كي يقوم ديمستورا بالاختيار منها وفدا للمعارضة أستاذ متحد نذهب نحن وإياك أيضا نعود إلى الزميل محمد الخضر في جرامان ريف دمشق الجنوبي حيث يوفينا بمعلومات أكثر حول هذا الاعتداء الذي استشهد فيه عميد الأسرة اللبنانيين سمير الكنطار ورفاق له محمد أسألك عن حيثيات هذا الاعتداء هل لديك أي معلومات عن كيفية حدوث هذا الاعتداء خصوصا أنه ليس هو الأول الذي يحدث في تلك المنطقة فهناك مقاومون أيضا استشهدوا هناك نعم ضياف الواقع المعلومات المتوافرة المعلومات الأمنية أن طائرتين إسرائيليتين استهدفتا هذا الموقع من مسافات بعيدة على ما يبدو كانت فوق تقريبا منطقة طبرية حتى خارج الأراضي السورية خارج الأجواء السورية تم ذلك تقريبا حوالي الساعة العاشرة والربع وتحدث بعض المدنيون هنا إلى سماعهم أصوات انفجارات متتالية ورهيبة في هذه المنطقة السكنية بامتياز أيضا بالفعل هو ليس أول استهداف للمقاومين وخصوصا لخلايا المقاومة في الجولان السوري في مطلع هذا العام في كنون الثاني من هذا العام بالأحرى أيضا أغارات مروحية من على موكب أو على سيارات تابعة للمقاومة كان هناك مقاومون لبنانيون أيضا بينهم الشهيد جهاد عماد مغنية وإضافة إلى أربعة من رفاقه كان ذلك أيضا باستهداف إسرائيلي استهدف هذه الخلايا المقاومة أيضا كان هناك استهداف آخر لسيارة كانت على طريق القنيطرة ووقتها تحدث الإسرائيليون وتحدثوا عن أن هؤلاء مقاومون من الجهاد الإسلامي وهو ما نفاه الجهاد الإسلامي ونفته بطبيعة حال الحكومة السورية كانوا هؤلاء من اللجان الشعبية العاملة في منطقة القنيطرة حتى الشهيد القنطار هو تعرض لأكثر من محاولة وكانت هناك كثير من التهديدات التي تطال حياته على اعتبار أنه كان أحد أركان المقاومة التي يجري العمل عليها باتجاه الجزء المحتل من الجولان السوري لذلك كل هذا المشهد ربما توجه بهذا العدوان الغادر الذي استهدف الشهيد القنطار في هذه المنطقة من العاصمة السورية إلى جنوب الشرق من العاصمة السورية بالأحرى في منطقة جرامانا نعم لماذا هذه النقطة هل هناك من ثغر ما هل هناك من ضعف ما في هذه المنطقة هل يمكن أن تشرح في الواقع ليس كذلك نعم هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي منطقة شعبية بامتياز جرامانا يعني استقبلت مئات الألاف من النازحين الذين آتوا من المناطق المجاورة من الغطاة الشرقية من ريف دمشق الجنوبي من كل تلك المناطق هي منطقة مدنية ومكتظة وشعبية بامتياز يعني كانت الحديث كان الحديث لدى المسؤولين المحليين في هذه المدينة عن أنها استقبلت أكثر من طاقتها بثلاثة أو أربع مرات ربما من السكان ربما يعني من المبكر الحديث عن خرق أمني أو غير خرق أمني لكن الوصول إلى هذا الهدف يعني الناس تتحدثون عن أنه مدني بامتياز لم تكن توجد أي مشاهد أو أي ملامح عسكرية في هذا المكان ربما باستثناء بعد وقوح هذا العدوان وهذا القصف ربما جاءت بطبيعة حالة الشرطة والعناصر الأمنية لمتابعة هذا الموضوع إضافة للدفاع المدني والإصعاف وكل هذه التفاصيل أما الحديث مثلا أنه وجود عسكري أو وجود أمني في هذه المنطقة يعني فهو أبدا ويقتصر على المداخل على الحواجز التي تتبع غالبا للجان الشعبية من أجل الضبط الأمن في هذه المنطقة لا ننسى أن جرمانا تعرضت خلال العامين الماضيين إلى عدد كبير من الانفجارات ربما يعني كان هناك انفجار في العام قبل الماضي أودى بأكثر من مئة شخص يعني كانت هناك خوفا من حالات الخرقات الأمنية هنا لذلك كان التركيز من اللجان الشعبية على كبح تلك النقاط لكن الاعتداء الذي نتحدث عنه هنا والاستدافة القنطار هو من مستوى آخر من الواضح أنه من مستوى آخر هو ليس يعني عمل لجان مجموعات مسلحة أو عمل إرهابي محلي وأنما هو الآن بات باستخدام أسلحة دقة عالية باستخدام طاقة تدميرية بهدف واضح جدا من خارج الحدود السورية لذلك ربما هذا مستوى آخر ربما سوف يكون لديه تداعيات كبيرة ننتظر رد رسمي من الحكومة السورية أو ما يشبه ذلك من توضيحات ما الذي جرى بالتفصيل حتى وصلوا إلى هذا الهدف نعم حيث أنت محمد ما هي ردود فعل السكان ماذا يقولون ماذا كانت ردة فعلهم لدى معرفتهم في الخبر صباحا في الواقع هناك بالمدنيين العاديين بالنساء بالشباب هناك حالة من الصدمة أولا لاستهداف هذا الرمز الكبير هو على ما يبدو كان محبوبا جدا في هذه المنطقة التي كان يتردد عليها وحيث هذا المكتب في الطبقة الثانية التي كان في حالة اجتماع ربما أو لقام عصدقاء به ثم هناك حالة ربما أيضا حالة أخرى هي من الخوف لأن حالة الانفجار أو الانفجارات التي تكررت خلال في الساعة العاشرة وخمسة عشر دقيقة تماما أربع انفجارات متتالية أشكلت حالة من الرعب يعني وصول هذا العدوان إلى قلب هذه المنطقة السكنية إلى قلب هذا الحي المدني بامتياز فيما مضى كان سكان هذه المدينة قد تعرضوا لكثير من الاعتداءات ربما وحسب كما تتحدث مصادر مجلس المدينة هنا مجلس المدينة الجرمانة تتحدث عن أكثر من خمسة آلاف على الأقل من القذائف الهون والقذائف الصاروخية التي استهدفت لأحياء المدنية في الفترات الماضية لكن كما تحدثنا هذا مستوى آخر يعني لأننا نتحدث عن قذيفة هون يرميها مسلحون ويختبئون ويجر رد عليهم من مناطق محيطة في الغوطة وجرمانة متاخمة تماما لمناطق كانت ساخنة فيما مضى مثلا المليحة التي سيطر عليها الجيش السورية هي متاخمة تماما لجرمانة ثم باقي مناطق وقرى الغوطة الشرقية إنما الآن الحالة التي يعني حالة الخوف أو حالة القلق هي من هذا الاستهداف الذي جاء بهذه الأسلحة وبهذه الطيران وبهذه القوة التدميرية الرهيبة نعم محمد الخضر كنت معنا من جرمانة ريف دمشق الجنوبي شكرا جزيلا على هذه المعلومات وسنعود إليك فورا توافر أي معلومات جديدة لديكم أعود إليك أستاذ متحد جرمانة هي أيضا حضرتك من جرمانة من هذه المنطقة كيف أيضا نتتحدث عن هذه المنطقة وعما حصل فيها هذا الاعتداء الذي حصل فيها تعليقا على ما جاء في رسالة الزميل محمد الخضر طبعا مدينة جرمانة قدمت العشرات من الشهداء العسكريين والمدنيين في مواجهة حالة الإرهاب التي تضرب الوطن واستثفت جرمانة بألاف القذائف الصاروخية من قبل المسلحين الإرهابيين وبسيرات مفخخة تم تفجيرها في قلب جرمانة جرمانة هي تقف مع الوطن تدافع عن الوطن هي خلف الجيش العربي السوري من قتاله للمجموعات الإرهابية المسلحة هي مع سيرة الرئيس بشار الأسد في تصديل هذا الإرهاب الممنهج الذي يضرب سوريا والمدعوم من قبل العليد من الدول الأوروبية والعربية جرمانة التي استضافت مئات ألاف من النازحين بكل صدر رحب ورحبت بهم في تضامن مع هؤلاء الأخوة النازحين إسرائيل بهذا الاعتداء الكبير والوحشي على أحد الأبناء السكنية في استهدافها واغتيالها للشهيد سامير القنطار والشهيد فرحان شعلان تؤكد على هذا النهج الذي اعتلته في الإجرام والقتل والتدمير في كل أنحاء ورجاء الوطن العربي وليس في سوريا أو في لبنان أو فلسطين في جميع الدول العربية هذه إسرائيل إسرائيل تقول أن أغلقت الحساب مع صامير القنطار لكن أعتقد وأجزم أن المقاومة سوف ترد وستقول المقاومة لإسرائيل أن الحساب لم يغلق مع إسرائيل لأن المقاومة سوف تستمر في نهجها المقاوم ضد هذا الكيان المتعطرس للدماء المحتل أرضنا في مزارع شبعة في الجولان في فلسطين فسوف يستمر المقاومة الفلسطينية واللبنانية والسورية في هذا النهج المقاوم حتى تحرير الأرض الهدف الأساسي هو التحرير الأرض وعودتها إلى أصحابها الشرعيين وليس إلى قطعان المستوطنين الذين يحتلون أرضنا ويعطون بها فسادا ويسكنون مكان قرعنا ومكان أهلنا ومكان مزارعنا سوف تعود هذه الأرض بفضل المقاومة وبفضل قيادة السيد وسماحة السيد حسن نصر الله وسيرة الرئيس بشار الأسد الذين يؤكدون دائما أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض نعم أستاذ متحة أيضا هناك من ينتقد أحيانا أنه سوف نرد في المكان والزمان المناسبين يعني برأيك هذا الكلام كيف يؤثر على عملية الرد إذا صح التعبير وهل يمكن الرد فورا لهؤلاء ماذا يمكن القول طبعا أحيانا البعض يخطهم الحمية ويقولون أن يجب الرد بشكل سريع أو أن يجب التعامل مع هذا المضوع بشكل سريع لا تأخذ هذه الأمور بهذا الشكل هناك واقع إقليمي واقع محلي واقع دولي الكثير من الظروف المحيطة هناك تشاور بين القيادة السورية وقيادة المقاومة هناك معطيات كثيرة تدخل في هذا الموضوع لدراسة كيفية الرد واسلوب الرد الذي يتم الرد فيه على هذا الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني طبعا يضرب من بعيد وهذه الطائرات الصهيونية التي كانت تحلق فوق الجولان السنوح تضرب من بعد أكثر من 60 كيلو وتصيب وتصيب أهدفها بدقة طبعا الرد المقاومة تعرف كيف ترد وتعرف كيف تحسب حسابتها بدقة التسرع في استصدار القرارات والاتهامات هذا لا يجي نفعل هناك دراسات هناك تحليل هناك استبيان ما هو الموضوع الذي سوف يتم ضربه أو الرد عليه وهذا كله بفعل حساب المقاومة لا أنا ولا غيري يستطيع أن يحدد هذا الهدف أو هذه المهمة بشكل دقيق المقاومة لها حساباتها لها مهامها لها إجراءاتها لها إتصالاتها وهي التي تحدد ما تترد وكيف بالطريقة التي يمكنها أن ترد وعلى فكرة أن المقاومة هي بشكل دائم هي في جهوزية تامة للعمل المقاوم فيها جهوزية تامة لتدريب المقاومين لحالة الرد ولحالة المقاومة ولحالة التحرير وكل شيء يأتي في وقته نعم أستاذ مسحة يعني أنت تتحدث ونحن نشاهد مباشرة موقع الاعتداء الذي ذهب الذي استشهد حيث استشهد عميد الأسرة اللبنانيين ورفاق له سمير القنطار نشاهد بشكل مباشر من جرمانا هذه المشاهد وينضم إلينا من حلب مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنوى الرجا أستاذ أشوار تحياتي 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 لك يعني هذا الخبر أولا بداية يعني بماذا تعلق على موضوع استشهاد سمير القنطار ورفاق له أولا أنا كما أشرت أتحدث من خيم نيرا بحلب حيث أقول أن هذه المعركة الواحدة أن يحرر الجيش العربي السوري الآن وقبل ساعات وبشكل كامل خان طومان ويعمل على إسقاط هيبة ومشروع أدوغان المشروع العثماني الصيوني الجديد وعندنا تغطرس العديو الصيوني بالمقابل من فوق أراضي الجولان ليسادف هذه القامة القيادية النضالية العليا هذا يعني أننا نخوض معركة واحدة الاشتباك على مدار هذه الساحة هي معركة المصير وهي معركة المستقبل التي كان يعمل عليها سمير قنطار وسمير قنطار هو الآن أكبر من أن يشار إليه كقائد ميداني وكقائد تاريخي أذل العدو وهو في قلب الشم بإرادته بثباته على المبدأ لم يتغير لم يبدل رغم ليل القهر الرهيوني أموين رغم سنوات العذاب المرة داخل السجن التي يمكن أن تكسر الحديد لكن الإرادة الوعية الإرادة التي تنطلق من وعي استراتيجي وعي واقعي وميداني لطبيعة الصراع لا تنكسر هذا هو سمير قنطار أما أن يستاذف العدو سمير قنطار ويلاحقه مرارا ويفتش زوايا الأرض ما فوق الأرض ما تحت الأرض عن سمير قنطار هذا له دلالة أننا حين نزل العدو ونقر العدو العدو يصاب بالهستير هذه هستير الصراعين هم فاردوا و قال الإسرائيلي أستاذ أنور قال الإسرائيلي تعليقا على هذا الموضوع لقد أغلق الحساب يعني أيضا هذا الجباء هذا الجباء لقد فتح الحساب الصالة يحسبون الأمور مضيئ يحسبونها زمنيا ضمن الزمن الراهن هذه عقلية شايلو كالتاجر هذه عقلية من يأخذ من دمنا ليرتوي ولكن هؤلاء صالة لا يدركون أن هذا الدم حارق أن هذه الشهادة تؤجج غضب العقل لدينا الغضب قائم ومشتعل غضب الوعي وغضب الإرادة وغضب الموجوع والمظلوم ولكن لا نقول أنه غضب مجرد غضب هذه الثورة التي لا تخمض إطلاقا هم يعني واهمون جدا بهذا الأمر بصراحة وبعيد عن أي لغة قد تبدو الآن وجدانيا ساخنة العدو الصهيوني في هذا الشأن هو يفتح عليه أكثر من باب هي المعركة من حيث المبدأ حتى لا يقول البعض أنها رأس برأس وأنها هدف بهدف المعركة قائمة هذه معركة طويلة ومعقدة يسقط فيها الشهداء والقادة وتدمر البيوت ويحاولون وهل يؤثر ذلك على عمل المقاومة أستاذ أنور تحديدا المقاومة في أجلان أنا من حيث المبدأ سيدة أقول لك هذه ضربة موجعة هذه ضربة في الرأس لا شك هذه ضربة يعني بشكل أو بآخر يسبب لنا نوع من الغيظ والطهر لا شك يعني ينتحدث بواقعية عندما تكون يد العدو الصيوني قادرة أن تطال قام مثل سمية التنطار وفي مكان حساس في قلب دمشق عمليا هذا لا شك أنه أمر يثير مشاعر القهر والغضب والغيب وجعنا نقول بالمقابل يجب أن نعرف طبيعة الصراع ونعرف طبيعة الصراع وأن هذا العدو ما كان لي تغطرس لولا خلوة هذه الأعمى التي تريد أن تطع سوريا وحاولت أن تدمر سوريا في صدرها وفي ضرقها وأن تكشف هذه الجبهة الاستراتيجية بالنسبة للمقامة العدو الصراعيلي أراد أن يوصل الوسائل أراد أن يقول أن لا خطوط حمراء وأن لا جبهات يمكن أن تقف إليه وربما أيضا وجه رجاله لروسيا عندما يعني كان بالتأكيد لو أن الطائرات الإسرائيلية اخترقت المجال الجوي السوري هذا سيشكل تحديا واستفزازا هم شكلوا هذا الاستفزاز عبر الصواريخ العابرة من خلف الحدود هذا سيكون له حسابات وأيضا أعتقد حتى في إطار التحالف مع الصديقة روسيا لأنها هي الآن المعنية بشكل أو بآخر بأمن المجال الجوي الروسي السوري وبالتالي كيف سيكون رد الفعل الروسي أنا أعتقد أن روسيا وقد وضعت هنا أمام سؤال كبير أنتم يعني هذه بصيغة أو أخرى أعتقد أنها كانت ضمن صيغة الاتفاق غير المعلن هم سيتولون المجال الحيوي والجوي والغير من أي صواريخ من أي طائرة بالتالي أنت اخترت الصواريخ من خلف الحدود هذا يعني ليس فيه فرق كبير سواء دخلت أو إلى قلب المجال الجوي السوري هذا بالتأكيد سيكون له حسابات جديدة سيؤدي مرتبات عسكرية جديدة لكن في السياسي الآخر الذي يتعلق للجبهة العربية أقول يعني هذا يأتي الآن ما يسمى بعواصف الحزم الخليجية وضمن ما يرتب من أحلاف بين قوسين تهلل لها أمريكا على أنها أحلاف سنية لمواجهة غراب أين هؤلاء الآن من هذه العربة الصيونية أين هؤلاء من شعبنا الأعزل إلا من إرادته وروحه والسكين هذه هي فضيحة الأمة أقول في الجانب الآخر والمقابل هي فضيحة الأمة بالمقابل هذا لا أمرت بالمقابل ونالك ثنائية هامة جدا أن العدو الصيوني يعرف أن جبة المقاومة بما فيها من رموز وبما فيها من استشهاديين هي التي ترعد ذلك هو دائما المعرك بيننا وبين هذا العدو هي السجال نعم أستاذ أنور المسؤول الأعلام المركزي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شكرا جزيلا على هذه المداخلة ولكن للأسف انتهى الوقت شكرا جزيلا أستاذ أنور على هذه المداخلة وعلى هذه المعلومات أعود إلى الأستاذ متحت ومتحت صالح وأختم معك في جملة واحدة أيضا الخطوة التالية برأيك ماذا يمكن أن تكون طبعا في النهاية نعز أهلها الشهداء نعز أهلنا في الجولة المحتل نعز المقاومة اللبنانية نعز السيد سمحة السيد حسن نصر الله على الشهيد سامير القنطار استشهادي جملة واحدة أعتقد أن الحساب مازال مفتوح مع الكيان الصهيوني على المقاومة تستعد بأكثر وأكثر وأن تكون في حالة جهزية دائما لرد على أي اعتداء قادم على هذه الاعتداءات وهدفنا هو المقاومة المحور المقاومة إيران سوريا فصال الفلسطيني المقاومة حزب الله رئاسة السمحة سيد حسن نصر الله هذا المحور هو محور المقاومة عليه أن يستعد دائما ويكون في جهزية تامة للرد على الجرائم الإسرائيلية بشكل دائم حتى تحذير والنصر نعم الأسير المحرر متحط صالح شكرا جزيلا على هذه المشاركة وعلى كل المعلومات التي أعطيتنا إياها عن علاقتك مع الشهيد المقاومة وفلسطين سمير القنطار شكرا جزيلا وشكر لكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة